طبعا بالنسبة لو جينا اتكلمنا عن آآ القصة طبعا القصة بتاعتنا السناني او التين بالتاني كانت مختلفة شوية بندرس العصر العصر الحديث طبعا عرفنا مع بعض المصطفى كامل عن اقول اهم الاسئلة كده يا جماعة اللي بتيجي في الانتحال اصدر مصطفى كامل صحيفة اللواء المصرية طبعا وبعد كده قلنا لتكون شبه مدرسة تعالي المصريين حقوقهم واجباتهم قلنا طبعا بعد كده اه حمل آآ راية الكفاح والجهاد بعد مصطفى كامل هو محمد فريد الذي مات فكيرا كلنا عرفين الكلام ده بعد كده قلنا برضا آآ ما ستعرف عن آآ طبعا صفجة الاسلحة الفاسدة قلنا هي اسلحة تم توردها للجيش بهدف الثراء على حساب الضحايا طبعا برضك عرفنا احوال الاحزاب المصرية آآ قلنا سيطرة على زعمائها الاهواء والمطمع الشخصية اصبح كل حزب بحطة من حزب الاخر طبعا عرفنا حامية الفالوجة طبعا الحامية التي وقفت تدافع عن شرف مصر وكده ربعا كان عدد اليهود فيها احدى عشرة الفا مزود باحدث الطائرات والسواريخ احنا بنقول برضك اسئلة مهمة بتجي في الامتحال ليه بدخل الجيش المصري ارض فلسطين قلنا لتخلصها من عصابات اليهود طبعا عندنا برضك السؤال اسئلة مهمة لماذا سافر الخديمي توفيدي اه اه طبعا الى قصر رأس التين بالاسئلة بتجي في الامتحال ليكون في حماية الاسطول الانجليزي طبعا قلنا ساعد زمنون تم نفيه من المرة الاولى الى جزيرة ملطة والمرة السعالية طبعا الى جزيرة سيشل بالاسئلة مرضك اللي بتيجي في الامتحال طبعا بعد كده عرفنا في الفصل اللي بعده اولا قدنا اسباب قيام صورة اه تلاتة وعشرين يوليو طبعا لتعلن حق الشعب في الحياة والحرية والاسطولال ومواقبة التقدم والتطول قلنا بعد كده المشروع العملاق لنخذاته الصورة ومشروع السد العالي اللازمون يا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طبعا قلنا اصله على الزراعة تحويل اه مليوني من الافدلة من صحراء الى ارض زراعية طبعا وجعل مصر اكبر الدول المصدرة للارز طبعا زراع بسبعممائة الف اتاح من زراع بسبعممائة الف فدان من الورز السنوية. علاقنا في الصناعة توليد الطاقة الكهرماعية التي تعتمد على الصناعات السخيلة. طبعا خدنا انواع او معين من الحرية والن الحرية الكاذبة والحرية الحقيقية اللي هي المصونة والن الحرية الحقيقية هي الحرية التي تحميها المزارع والمصادع وحرية بيحرص على صداقتها الاصدقاء ويخافها العناية. اما الحرية الجاذبة فهي حرية بتكون في امه او تعيش في امه فقيلة بتستنب على غيرها في في غزائها. وطبعا وهي حرية يفرن منها الشعب الشعبي بيقرأ الحرية دي. طبعا بعد كده اتكلمنا برضك عن حاجات مهمة جدا في القصة. آآ قلنا عندنا بتاعنا آآ الساتر الترابي. الساتر الترابي ده قلنا آآ الهدف من آآ الساتر الترابي لأقامته باسرائيل طبعا لمنع وصول اي دبابة برماية تدخل الى القناة. طبعا خلنا برضك خط مرنيف قلنا آآ ليه انشاءة اسرائيل خط مرنيف. خط مرنيف ده لضرب اي قوة مصرية تحاول آآ عمور هذا الخط. او انت خطي هذا الخط اللي هو الخط اللازل زودته باحدث المعدات والاسدع. طبعا برضك عندنا اخدنا برضك في المرهج بتاعنا الشويش محمد دولو. هذا الشويش وده السؤال بيجي في الدعاء. اللازل لم يخسر جدي واحد. ما خسرش الجدي واحد. طبعا وتم ترقيته الى ردبة ملازم آآ آآ طبعا فيه حاجة مهمة عندنا اللي هي فتيات آآ بور سعيد. الفتيات الابطال اللي هم آآ قوموا آآ الانجليز آآ في مكتب آآ آآ البرك بور سعيد. ورفضوا تسليم هذا المكتب للانجليز. وعرفنا ان طبعا الانجليز عملوا حيلة لما رفعوا الرايا البيضاء ليوهمه للرجال المقاومة الشعبية بان الفتاة استسلام. طبعا عرفنا جواد حسني هذا الطالب مهم جدا برضي بيجي في الانتحان. جواد حسني هذا الطالب اللازل تسلل ليلا وزهب الى كتيبة آآ فرنسية وزلت طوال اللي يطلق عليه يطلق عليه يطلق عليه هذه الكتيبة النيران. طبعا وعرفنا ان طبعا الفرنسيون الفرنسيون خدوه في بور فؤاد مكان لمعسكراته المعزبون. طبعا وفي النهاية طبعا تم قتله من رصاص اتاليته فرنسا لان ده كان بطل. طب ايه العمل اللي عملوا? انه رفض الادلاع عن اي معلومات لمواقع الفدائيين المفريين. طبعا ده كان عبارة عن جمه للقصة اللي هو التلم التاني. انا اعتبر قلت الحاجات المهمة البرزة اللي بتيجي في الايه في الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.